الغزالات ديالي الحبانات ديالي أميراتي الفنات اللي من نوري الي الحياة نتمنى تكونوا باخر مرحبا بكم كاملين في كدنسا مع شهر زاد الغزالات ديالي حينت كان اعتبركم من العائلة وكان احترمكم بزاف دك الشيالي ضروري منعطي واحد توضيح بخصوص ان هذه اليامات تكسلت واحد شوية هي مسألة ليس مسألة كسل المسألة مسألة وقت وصافي هذه اليامات البنات سافرت مع الولدات واحد شوية بالحق ان شاء الله قريبا جدا ونرجع من داري واحد اليومين ها انا في الدار ودك الساعة ما كان غير القصص في هذه المدة ره قرأت واحد الكمية كبيرة ديالقصص اذا ان شاء الله فاشغا نرجع رغي يكونوا قصص كثيرة انا ما غنقول لكم جوج ولا ثلاثة ولا واحدة حيث كنت اضرب راسي بالعين ولكن كان واعدكم انه سيكون التأويد بالنسبة للبنات اللي يقولون لي شهر زاد لي شهر زاد ليش هادي ما حطيتي لا ابنان ره يوميا قصة ره كل نهار قصة ره قليل نهارات اللي لم تنحطش ولكن ره تقريبا يوميا اليكن ما كنت تطلعوش لك القصص ديالي ضروري ما تدخلي للاشين وشوفي بش تعرفي حينت لرب حينت اليوتيوب بعد المرص ما كثبش الاشعار دخلي وشوفي وشهر زادت ره قتلكم البنات ره يوميا قصة ره في حالها السمانة رغير البارح اللي محطيتش غايكوا البارح ونهار 2 حيط نهار 2 كنشتين طريق يعني غيكونوا يوم اما التباقي كلهم اضعت فيهم هذا هو التوضح الذي نقول لكم ان شاء الله ان الانفعوط لها مع الوليدات ضروري يجب ان يسافروا و يخرجوا قليلا المهم احنا جينا و درنا لهم الخاطر واحد قليلا و ان شاء الله باذن الله البنات ان شاء الله وعدوا الحر يدينون عليه سوف ندلكم التأويد و عندي لكم قصص صداع و فرع فروعية لكم بيها البنات هذا الشيء الذي يجبكم عثبا فانا اعرفتكم انكم ستعذروني لان احسنتم ستكون لكم مشاغل لا يأتيوا لكم دياف و انتم مسافرين لا تكوني مشغولة الحمد لله هذا الصيف كانت فيه الحركة كانت فيه بزاف الامر و اذا كانت تجدتيم انكم ستعذروني وارفة ان العثاب اللي قد عثبوني به فهو مجرد تعبير على الحب ديالكم لي وهذا شرف كبير وتهش فقراتي و كنت احترمه بزاف اليوم خليت الوليدات ينزلوا و قلت انا سنتدخلوا نهضر مع ابناتي الغزالات و ما غنزيش نطول عليكم و ندخلوا مباشرة في القصة الأولى معكم جوهارة لزادي سوكبرت في المحمدية في أسرة لمتوسطة الحال العبد لي كالأساة جميعي والأم لي كانت أساة دفت تانوي نحن بنا ثلاثة الخواتات و انا هي الوسطانية كبرت الحمد لله حتى شيء مناقساني كبرت في حب للمتيلة له الأب والأم لي كانوا مفاهمين الزعف كانوا مفاهمين الواحد درجة فوق الخيال و كانت عندهم نفس الهقلية و بجوج بهم كيف يفكروا بطريقة واحدة انهم خاصوا يقريونا و يوصلونا الأحسن المراتب كان صالر ديالهم كامل كيمشي غير فينا تخيلوا انا بأمي مدروا الدار حتى النهار اللي كبرنا هاد قدروا يدروا الدار لان نقبل كان في مكتلكم هادا كل الفلوس اللي كان ديال الصالرات ديالهم كانوا كيمشي غير فينا هادي خصم دراسة بخيفة هادي خاصة ليكوخ هادي ما نعرف كانوا خاصة في القراية ما كانوا شكي تحاسبوا نهائيا و كنا الحمد لله كانوا يخيروا على خير يجيز الصيفية يخرجونه يجبونه لبسوا أحسن لبس عايشين واحد الحياة يزويه نبسة فيما بأمي يقولون لهم خاصكم ديروا المستقبل خاصكم خاصكم و دمتوا و خليتهم فين سيقلسوا يبقوا في الكراك يقولون ماذا سنجدهم عيالات قاريات وعيات فيما يعملون و يعملون بك أنك يأمن أن والدك لبقيته ايش مزيان من موراك لا يجب أن يوجد له السمك لي يأكلوا لا يجب أن تعلموا كيف يصيد هكا يبقى حياته كاملة سوف يمسيه حسولوا ما فيه بقينا جرين هكا كنا أخذت البكالورية لبنقطة مزيانة بساف و كنت دخلتني ايشا المدرسة المهندسيين سافي بديت قراءة أمه دموزنا العام الأول العام الثاني في بداية العام الثالثة كانت هذه المدينة التي قرأت فيها كانت فيها واحد لافاق دي الحقوق و كانوا و كانوا صحابتي عندهم صحابتهم كنا كنت جمعوا بعد المرات هم يأتيوا عندنا بعد المرات كانت جمعوا كانت جمعوا كامنا يمشي بلاصة اليوم و غدحت النهار الذي سيشوفني في حقوق السيد كيف شاهدني تحفية طيحة واحدة و هذا المستحيل غير ما يهضر معي انا كنت دخلت سوق راسيل واحد درجة لما تصور كنت واحد البنت المعقولة بالساف و حارفة انه والدي سيفتوني نقرأ ما سيفتوني نديل العلاقات ولكن السيد بقى تمسك برأيه و بقى يتبعني و يهضر فيه و تصاحب مع اسحاباتي باش فيما نكونوا خارجين يعطوا لي و كنت يتلاقى معي المهم بقينا بقينا حتى بديت كنت تعرف عليه حارفية بديت كنت تزاد فيه السيد كان غزال شكلا زوين بزاف تكون تزادات فيه و كان حتى الطريقة باش كي يهضر كان انسان متقف كيعرف يهضر تقدر يتعولي عليه كيفما كان قوله مهم الراجل يتكل عليه سافي حبيته مال حسيت براتي حتى لقيت راتي كنهضر انا وياه بل حق كان دائما الاحترام سافي بقينا هكا السيد كي يقرأ و انا كنقرأ انا دوست هدوك الاعوام اللي بقاوا ليه و انا معاه في علاقة كنهضرو كنت تلاقاه مرة مرة مهم بقينا حتى النهار اللي انا تخرجت انا تخرجت البنات حتى هو كنت تخرجت ذلك الساعة ولكن كان مشادر تتكوين باش يولي محامي انا ذلك الساعة كنت تخرجت مباشرة البنات كنت تلقي تخدم مفضل بعضا وليت كان نافيتي هاني في كازا هاني في المحمدية كان نصرف عليه و السيد ما كان يبغي كان يقول لي لا و انا ما نتقبلش هاد الشي بالحق انا كنت كنبزز عليه و كنت هذك الشي اللي غنصرفهم عليه كنت كنعطيهم ليك اضوات كان جيبلهم مثلا قوامه جسره السيد من الاخر كان كسيه لان انا كنشوف ان هذه الخدمة كتبغي بنادامي كلها بس مزيان و خاصة في الوقت اللي بدك يستعجي الوقت اللي بدك يستعجي كانت كل شوية جيبالي ميزة كل شوية جيبالي سروال كل شوية جيبالي صباط انا اللي علمته يلبس سيد انهالي تلقيت معاه كان دري درويش و علاقة للحال عائلته انا اللي بريته لامارك انا اللي شرت له اول ساعة لبسها في الديه ساعة ماركة انا اللي شرتها عليه وهذا الشي كان ما هاجبوش و كان ديما يقولي اي افلانا هاد شي اللي كديري انا كنقوله يزعم انا اللي خاصي نجيبلك هاد شي كان قوله انهالي تخدم برعني ولكن دابا شي مشكلة في حالي بحالك حيث انا فعلا كنت كان تبراسي انا وياه واحد الحصول بقينا في هاد العلاقة للمدة دي الخمس سنين حتى النهار للسيد غي خدم اول خدمة غي ترصم فايني خدمة اللي مزيانة غي خدم كيف خدمة البنات فاتحني في الموضوع دي يا زواج وقالي يبغيت نزوج بيك بالحق خايف خايف لاباك ميقبلش بيه بحكم انهو ديك سهي الله بديحياته ما عنده لا دار لا دوار في ذلك الوقت التي كنت تلك البينات وكان الاب وم كانوا اخذو دار يعني ياشرعوها قلت السمعها وسنعون ان الاب لي لي بأكيد نظر اتخلص وانت كتصعر في الاسدين جميعين كيف تنجفه مبارسة تنوي اتخلصون على اطلاب الاسدين يالله اخذوا دار يعني حياتهم كاملة دروها اسم قالت انا الوالديي مأكد انهم اسم يرفتوك خاصة ان يشاهدون انك بديد الناس قلنا اضطراب دير رشليك انت المره اللي ملقاش في حالك جوش في الدنيا انا كن بغيك وانا كن حماق عليك والبنات حرفيه لشي ديك الساعة سيد كن كتتت على اضطراب دير رشليك كنت منيزبالي اناش حاجة كبيرة جزا فلاني اني في ذاك الوقت كتتكلب اسم زيان الحمدولي للك المسا والمادي ديانا وكنت بنت عائلة متقفة جدا يعني ماشي كلافنتو الحمدولي لكن ما نقصني تشي حاجة مشي غمق شكر لكم فراتي كان عنده تخوف كبير ان عائلتي ما تقبلوش وترفضو ترفضو على اساس المستويات لانه هو ولد عائلة بسيطة جدا كانوا ساكنين غفل كاريان فكان يقول لي وشباك وهذا كان قولو ببانا ما كيهموشت شي ببانا مهم عنده هو انك تكون قاري واعي وتلابية المهم قبل ما يجيب عائلتو حين كان خايف انه يجيب عائلتو ويترفضو كان قالي يبط نطلقه مع ابا قلت له مرحبا كانت نعت له بالضبط فين غاي تطلقه مع ابا ومشا عند ابا وقل اسمعه قل اسمعه قلو شوف انا البنيات شوتها وهدي وعدي وعدي لانسيت حتى واختم في كازا قالي ان البنت شتاف كازا وعجبتني بالساف وراه بغيتها الانحلال وقبل ما نجيب مالين الدار بغيت نجي يبدأ يسولو وشنو كدير وشنو كدير بما سولو لعلى دار لعلى دوار لعلى بيكالا لعلى كار يعني قالوا واش قد بالبنت قالوا اه قالوا اللهم يسر السيد طار بالفرحة عيط ليه قال ليه فعلا تكشيلي كزولي على والديك تكشيلي كاين والسيد طار بالفرحة شجب عائلته وجوعدنا للدار كبرنا بهم تكبير ديال نفس عائلته وغير بقوا يشوفوه وكان عجبهم الحال ان احنا عائلتنا كانوا ناس لوعين ومتقافين وفي نفس الوقت كانوا محافظين كيعرفوا ما بينهما بين الله مهم دا كل شي بخير وعلى خير دوزنا الخطبة متشرطنا لديك السيد موالو وهو اذيك الساعة كان لو يلقى جلد وحيده يعطيه ليه يعطيه ليه مهم مخلة مدار ومخلة وكبر بيات كبيرة ديال نفس الحاصول تزوش به في واحد الدويرة علاقة للحال وانا اللي كنت تبزز عليه لانا وفي الول كان باغي يكري ليه شي دار ما نعرف كيفاش دايره وانا كنتمشوا على جهدنا الان ات舞 علي ن SANWALL NO JORGA SUっち A Magazine وانا بحاجة كأننا وخله nosotros لا نزوجك بالنا عن طريق الول طفل الاو لا ادفع وغلى discavalة ا exponentially اكبرかった على الاعتمدة ، فاذا نلخل دقيقتاش الآن يب Saturday ما اقول لكم مع ابنتهم اتوقيت على الله الثورة باعتمار ان تسعطوا سوردين على حال وغلى التركيح الفكرة نالخل لديها ناقص فرشناها بدينا من تحت الصيفر حتى تراس على ذاك الراجل اللي كان ديك ساعة كي احمق عليه وانا كنت مهلية فيه راجلي كنت كانت تعمل معها كيف ممي كانت تعمل محبة غير كان يولد الناس وكان يولد الحرام كي اللي كانت تفيدوا المعاملة الجميلة وكي اللي غير كانت تخرج عليه مهما ان راجلي من النهار اللي عقلت على راسي وانا كنت أعمل مع ذاك اللي عبديل سي السيد كيدخل الراجل للدار عد نحني حذياله كتخلي بنادم كامل جامد ماشي خوفان منه وكان احتراما ليه بغيت ولداتين نهار اللي تزادوا وتكون عندهم بنفس النظرة اللي كانت عندنا على بانا بانا قدمك عن حنين قدمك انك احترموه وكان خاف منه بزاف كان يدخل الدار كل شي كي يقلص مقادمي ممكنش تكون يمتكيوا ببك داخل يعني مستحيل غير كي يدخل ببك تقديل قلصة كنتي بغيت تكيك تدخلي البيت كنت تصديقليك اما تبقى مجبدة احداء وكتفرش في شي فيلم وكتفرش في شي فيلم قدم ببك تقول لك ماما واذا كانت فيه شي لقطة واذا كانت فيه شي كلمة يعني ببك خالصة تحتارميه فانا هذا الراجل هاتي يدر تمحه الراجل ولا كي يجي كي يلقى حواجاته مقاددين محددين انا اللي نوجد له شنو يلبس فاش كي يلبس شي حاجة ما هياج كنقول الله هادي كتلبس مع هادي وهادي كتدار مع هادي وهادي خاصة هادي ونخرج انا وياه ونبغي نشري لي الحويج كي يقول يلا هادي جاتني غاليك نقول له لا تحاجة ما تغلع ليك غير البس البس وتقعد نتخدم تلك خاص الواحد يكون كي يلبس مزيان خاص 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 ونقعدون ونصيبوه وهادي مع هادي وهادي مع هادي وفي الدار لك شي تنسي السيد كي يدخل كي يلقى كل شي مقادد كل شي مصيب نحط له همه يكلتوا انا وياه بجوج مناخ دامين وخاها كاك انا كنت ذاك المراء ديال الدار ذاك المراء اللي فلان اللي جامع الوقت اللي فلان فلاني خاصي يكون كل شي محطو تكون شي مقاددون في الخدمة ديالي ما نقصني حتى شي حاجة والف واحد كديليه الف حساب ولكن معاه هو كنقول ما شي مشكل انا في الزنقة حاجة وفي الدار مولات الدار مهم دو وزنة واحد لمدة سهل اللي يصدر بوحملت اول حمالة حملت البنات خالت في ذاك الوقت كنا مقاتلين وفي الضل الناس اللي يعرفو كازا بزيان وكيعرفو هذي واحد للخمسة وعشرين عام غادي يعرفو كازا وغير عرفو بوزكورة أنا حين كنت بغى نشري في المحمدية بالحق البنات المحمدية في ذاك الوقت بدت تتغلق خاصة الاراضي وهذا المهم بحكم الدومان بحكم بزاف الامور فعرفت ان بوزكورة كانت قريبة وكانت رخيصة بزاف الناس يسمح الراجل والراجل كان يترقع واحد شوية في الخدمة ويقول لك يتخلص مزيان حسن من اللول وقلت له خسرنا اخذو ارض ندروا فيها الدار سيد في الول كم تخوف ويقول كيف نديرو وما نديرو وقلت له كيف ما يديرو الناس ونتوكلوا على الله ونقول بسم الله وربي غيكمل صعيب غير لبدو أنا شجعته مشينا البنات وبدنا نقلب وحرفية لقينا الارض رخيصة بالسعف لقينا الارض رخيصة مشيت عند الاب دي هو اللي كان تسلف ني زيت على شي فلوس كنت جاء معهم وهو تسلف مهنا وتسلف مهنا تقاتلنا وكنا دفعنا مع الفلوس الارض اللي كنا بغينا وهذه الساعة الارض اللي خلصنا لي واحد الطرف والطرف الاخر كان خلصوه كل أشهر خلصنا الارض كتبت عنوية نص بنص وبغينا نتقاتله الوقت لولاة الارض ولينا طمعين أن نبني الحمد لله أنا بحكم الحلقات اللي عندي بزاف الأمور تسهل للي الناس اللي يعطوا السلعة اللي يخدمون لي كنت ندير معهم خلصنا وياه ما سنكتب ولكن في هذا الوقت أنا كنت قاعد لراسي كنت الخدمة للي أباق الخدمة للي كنت خدف خدام اخرين كنت ندير هنا وكن لا نكتب ونقول شي حاجة لي مكين حتى راجلي في ذلك الوقت كان أباق الخدمة في بيرو اللي كان يشت قضايا وحدين اخرين يخدم وياه قتلنا وبنينا هذه الدار وبنينا في الأول واحد بنينا الدار كبيرة بالحق سلحنا غير واحد الجزء ومشيت أنا والراجل وحتى الرجل تم تخير انها ما كان لدي الطموبيل وكان الطموبيل كنت بعتها كان لدي الطموبيل وطراغ ما بين محمدية وكذا ما بين بوسكورة وكذا بعيدة ومشي قريبة والترانسبور لا يوجد في حال بق سبارك الله الترانسبور أنا في بوسكورة ترانسبور كثير في الساعة لم يكن الترانسبور قليل ومهم تكرفص ومهم تكرفيس من قوش لكم عليها وما هو الطموبيل وما ما هو هو الطموبيل ويهزني ويجيبني لاخر ما نبكري يجب نرجع في تاكسي ويجب يجب مقلضم هنا بعيد وهادي وهادي وانا عير ما كان زائد فيه مهم بقينا هكاك بقاتلين حتى النهار الذي ستزاد عندي الولد الثاني ستزاد عندي الولي يضطرت بالفرحة ويجبني الحال وبني هذه الساعة الكبيرة ستكبر وقت ستكبر بحكم المدينة بحكم بزاف الأمور لقيت مشكلة في الدراسة وانا اصلا كان لدي مبدأ الوليدات يجب أن يقرأ فقلت الرجل يجب أن نرى اليوم مدراسة بخيفة قال لك الرجل ستقرره وما ستقرره وما ستقرره وما ستقرره في الدولة وقلت له لا هذا زمان وهذا زمان ويجب أن نقرر في الدولة هنا مستحيل أنا وياك نخرجه مع الصباح وما نأتي إلى الليل يعني رأي صعيب شوية قال لي ياونا لا 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 وما ستقرره أنا لدي التزامات وعندي كريدييات نتكلفه بالوليدات ونتكلفه بمصروف ديال الدار كنت له سيدي مرحبا وفعلا من ذلك الوقيت وانا كنت خلص على الوليدات ومن ذلك الوقيت وانا الصالر لي لم يكن في الدرهم والله خراج لك يصرف لا سنكذب إليه المصروف ديال الدار الموضو الماكلة و الشراب كامل هو اللي يخلص بالحق البنات صليح لالدار كامل اللي بقى أنا اللي صلحت كل مرة نقض شوية كل مرة نصيب شوية فرشيه قدي هنا صيبي هنا شري هدي حطي هدي ولداتي أنا اللي كنت نخلص عليهم المصارف وانا كنت نخلص مزيان ما نقص شي حاجة بقينا جارة اليوم مغدى البنات اليوم مغدى اليوم مغدى أنا وهادي الراجل في الأول كانت علاقتنا بزيانة سيد كيف مكتلكم كيت تسطع لي وانا ايدي اللعبة اللي كنكبر به محترمة نهار لدينا عندكم سيدي فلان تفدوا على سيدي فلان ما تسدعوا سيدي فلان سيدي خدام سيدي كاملة أحقف مراجل راجلي بعد المرات يكون غرعية كانت تحبط المحمدية عند والدية يقول لي ما فيها ما يمشي كمشي عند والدية مراجل كان راجلي مسكين خدام وكان بدأ اعطيت تبريرات وراء ما فيه ما يمشي او لا يمتشي حاجة مراجلي كنت هززة بيه ما كان كسحاب لي أنني كنصنح وحش بالدية وحش لأنا اللي صيبته مراجل غير درويج واني اللي بقيت كان يكبر لي البعرح عش كما البنات لم يجد شيء مصطلح من هذا المصطلح كبرت لي بزا فشان كبرت لي الواحد درجة اللي مطحش في البال كنت البنات النهار اللي كان نحط الماكلة طرف المخير تلحم للدجاج ليه النهار اللي كان حاجة طرف المخير المهور ليه النهار لأي حاجة نديرها راجلي هو الأول كان مثلا نسافر البلاسة المخيرة دياله في دارنا البلاسة الزوينة دياله يكون جاي كم تنغوز على أولاد يتكتوب بابا معين من الخدمة بابا عنده المشاكل وانا المشاكل التي كنت عيش في هدمتي كثير منه وكنت نجي للدار وانشقة وانضرب تمام مارا وانا دمت نسافر وانا 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 متذا وانا الوقت هو في السوق كان مجرد كان وانا العام من سيطل اما الليل الكثير يقدم مجرح وانا يكون سن نقوم ويجب أن يجب عليك أن تجمع المال وليس لديك الكثير من المشكلة ويجب أن أعود لكم لكم لن تفعلوا نفس الأغلاق حسنا ما فيه لقد سبقنا هكاك حتى النهار الحمد لله الأمور تقدت أنا وليس كنت تخلص مزيان لك الدويرة لما لم يجب عليها وقال لي يجب علينا الخلاو القفار ويقول لي تبارك الله هذا دار سيدناها لأن أراضي احدانا أراضي احدانا دابولو كي تتسوى الزباب لدي الفلوس يعني ولا عارف القيمة دار ويقول لي عندك رؤية لأول وراتي سير الله يعني أنا بوسكورا ديك ساعة كنا كنخدموه مع الكليان كانت كتحجمني كتجيني مدين يعني قريبة الكازا كنت أنا كنشوف هكا بوسكورا سيدرحال بوتنيقة بوحمدية لأن كازا غالية ليا لا نقدرش عليها ديك سعني الله بدي الحياة كنت كنقول ندير بعض الضار في بوتكورا أو في محمدية يوم من بعد زي ما نتحول ويقول لي ذلك الضار اللي في الأول ما كانت حامل ويقول لي ويقول لي ويحماق عليها لدرجة أنا فاش وصلنا الواحد العمر يعني فاشده السماعات قريبة 15 عام وليدتي بدأ وكي كبرو شوية أنا بدي اسكنعية أنا هذيك الضار ما بقيتش قدالة لانتر الضار كبيرة والجردة ديالها كبيرة فبزاف ديال المشاكل وأنا اللي كنت هذيك المسئولية أنا اللي كنت هذيك المرأة اللي كنت تأغير كنت تأغير المصباح و كانت تأغير منا و لم تكن تأغير من يوميا أنا تقهرت ولدتي ما كانوا يحبين بوتكورا كين قلت لك ما قلقوا فيه أن نخرجوا و ما قلقوا فيه و ما قلقوا فيه ومشوا الكازا قريبا لكم شيء قريبا للخدمة لان بطياج لان غير من بوذكورة للكازا سأعطي واحد سحامر خطير قال لي كله انا وش نخلي تيساء ونخلي الطبيعة ونخلي والدارك يحماق عليها حصل البنات وخاها كاك وخانك وسم كرفسة وطرنسبور ونخرج من الخدمة ونجمع دراري من المدارس ديالهم هذا الشيء كامل ما نقول ماشي مشكل اللي بغاها الراجل هي اللي كاينة مهم بقينا البنات هكاك اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار اللي غيكبروا الوليدات وغيكبر معهم الغول ديال بباهم الغول اللي بنيتو بديه الغول اللي مبقاك لحنب حتى شي واحد فهذاك الوقت انا كنت مسايرا وكنت غادية معاه مهم نهار اللي كبروا ليالوليدات وحتانا كبر طبيعة الحال انا نرى ماشي جماد انا نرى انسان تانا كان كبر السيد بدك يحكر ملكي ديرا هكا قلسي مقادة كان حتى الطبلة بغي الطبلة تكون مقادة مصيبة لانه ولكي يعرف ناس من شكون وشكون لان السيد دال بيرو دياله في ذلك الوقيته ولكي يعرف الناس كي قلس في اوتيلات 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 اللي ما عمر ما كيعرفوا مكتكيفة جداري لانه دخلتهم ليه كي قلس في اوتيلات ولكي يقول يلا الطبلة تكون مسربسة كل واحد يكلف تبصيله انا يا غادية وكنهرس في صحتي معاه طبلة تكون مقادة سيدي فلان داخل للدار سيدي فلان ما عندوش مع جافال سيدي فلان خاص الفراج دياله يوميا يتبدل انا يا مجاحدة يجوا عندي الفاون ومناج للدار ومدان نتقاتل معهم هذه ما مسحت غبرة مزيانة هذه ما دارتش وانا كنجري كنجري سيدي فلان خاص في الليل يكون غيلة صلاد وشي ستاك وشي حاجة وانا يا ديرا الهبال نطيب الحاجة حتى نطيبه ويقول لك لانا دي ما عجبانيش يدخل كنجري بعض المرات كنجري كنجري لانا سيدي فلاني لدخل لا يمكن ان نجري لا يمكن ان نجري لا يمكن ان نجري لا يمكن ان نجري لهم الكزينة كنجري لكي يتخلق وديرا لي خاطره في هذا الوقت كنجري لانا اتبعني وانا اخدامه كنت نشاهد السيد كيف يكسره كنجري من السيد وانا اريد ان يصرف حتى النهار الولدي والدي كانت الكثير من الباك لذلك للي اثنت اخد ه أناara سيعرفين لكم وغيرين أن يعرفون في انك يقرأ بأنك كعلك بأنه أنا أختي بالأخته ليس مشكل لي بدون أن أختم كيف أخته و أصفقت عن ذلك قال لي يا أنييا أصلا هو عالى أنه يقرأت أمه و أشهدك الجامعة جامعة علمني أنا و علمال كنتي قال لي أنتي قريته في الدولة وأنا قريت في الدولة قال له أنا قريت في الدولة و قريت فمدراسة و زعمة معترف بها قلت لي زعمة متاهرة ستحتقالي قال لأولو و المشاكل يدير قال لي هوا زادون انا ما عندي انا نأخذ البيرو و حتو ساعك الو ينقري ابن بيرو قال لي انا بغي نشري انا اطفقت مع السيد و سأقوم بيرو قلت له ولدك قلت يدبر راسه البنات شفت حتى عيد و في الاخر قاتلت البنات و قيت الولد حتى لم يمكن لي ايش من قيده و اقريت المال انا قرأ امه و انا كنشوف انه انه لو قرأه و وخطف نفس المدينة انا غنكون مرتاحة على قطو تقاتلت البنات الصالر ديلي كامل وليس كنحطوه كانت شطليه واحد بركة قليلة وكانوا مازال عندي جوجه وليدات اخرين يقرأ وخصين خلص ليهم السيد مكيحنش كيشريك كي تكساكي يلبس وخاكك مكيحنش مصوقة كنت كنقول كيف يبغيني ما عنديش المشكيل المهم دوزت واحد المدة سيد فعلا كان خضاء واحد البيرو قاد الأمور ديالو فيه مدوزناش بزاف حتى خدمت معا واحد المحامية تحتية خدمات معاها يعني هو ملشي خدمات معا ذيك المحامية أنا كتكا عرف البنات كاملين من هاليا راجل يخدم أنا كا عرف البنات لي معا هاد المحامية اللي خدمات معاها مزوجة السيدة تخيلوا من هاليا خدمات معاها حاولت تصاحب معاك في وحد الوقت أنا ما نكدبش عليكم ذك شي ديلت صاحب ما عنديش معه خاصة في الوسط دير راجلي ما كي اجبنيش نصاحب معا علاقة ما نقضى ندير معاها علاقة نهضرون نضحكوش بيا من صاحبتي وستدخل داري ودك شي ما نديش معاه حاولات أنا هذا ولكن ما ملقاتش مني نشدني سافي ولدت الحلقة بينه وبينها بتسعب الحق غير كنت لاقا وكزب دالية راجلك سبعه راجلك يدخل المحكمة كي تكل شي راجلك راجلك كدوي معا بو كدوي علي بو حالطريقة راجلك اللي شاف يقول دكالي ما يقولش نهائيا انه هو ولدك المنطقة حينت المنطقة اللي كنتمي لها راجلي ناس هكا كيكونوا متوعش بزاف كيكونوا ضعيفين أنا راجلي سبارك الله قد تطول قد تجريدة كي تقول لي وما يعطيهش وهدي واللي شاف راجلي كيقول ما نعرف مهم السيداعي كتشكر غير كتشكر وراجلي والاحتوى دائما كيشبدها لي في الوقت انك شبدت لي اخر خدمة كيقولي هناتني شو يولك كيشبدها لي هي فلانا جبت لنا ليوم واحد طاجين فلانا حادقا فلانا ما نعرف وهذه لي فلانا أنا واي اها فحالة تقولي الشرق والغرب انا الشكل ديالي مغاير جدا على الشكل دياله هكا بويضة زعية عليها شوية دعوفة اكسسرة السيدة دكالية قدمه هي بيضة قدمتك الشرق حالغري قدمتك تطويلا قدمتك طايد يا لها مرسومة المهم السيدة إذا قلتها عندما تقول عندما تقول أنا بدأت تخلي الشكل وبدأت تكرر مرض خاصة في شوكي يجبدها لي وهي تجبدو لي وبدأت أن أشعر أن بيناتهم شيئا مع ما أني حاولت نقلب لأنني كنقول ما يمكن مهم بقيت جارة وخاكك كنقول ما شيء مشكلة الدنيا هانية الدنيا هانية الدنيا هانية الدنيا هانية حسن النهار الغزالة ديالي هنسل الجزء الأول ديالنا ونهار فدا بك تقوله أحقار جزء الثاني ستجد أنها حصلت ومعهادي 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 وخنكت لكم زوجة الموضوع ما شيء هو هذا ما الذي ستطرف الجزء الثاني يا البنات قلت لي صاحب القصة أستي تراثي وشتيت وقلت لا ما يمكن هذا الشيء الذي تقولي فيه قصة البنات نبغيكم تسمعوها من الأول حتى التالي وعدك ساعة تعرفوني قصة إذا لم أخذتوا منها العبرة وردتوا منها البال سأدنوا بكم على رأسكم لغزالة ديالي مغازيش أطول عليكم ونطلقوا إن شاء الله في الجزء الثاني اللي غتلقوا الرابط دياله في أول تعليق لغزالة ديالي هنا مفقالية إلا نقول لكم ما سخش بكم تلقوا إن شاء الله في الجزء الثاني السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة